موسيقى اعزائنا المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليلة في حلقة جديدة من برنامج استشارات قانونية هنتكلم عن موضوع يمس قطاعات كتيرة في الدول في كل شارع وفي كل بيت في القرية في الناجع في الكفر في المدينة في الشياخة لابد ان يكون هناك مواطن واثنين وثلاثة مضى على ايصال امان صال الامان النهاردة انتشر في المجتمع بصورة غريبة رايح تشتري سلع معمرة امدى على ايصال امان على بياض رايح تضمن حد امدى على ايصال على بياض رايح تجيب حتى لو هتجيب حقاق موبايل امدى ايصال على بياض سأل على بياض نظموا القانون المصري في مادتين او ايصال الامان مادة 340 من قانون العقوبات ودي بتتكلم عن خيانة الاعتمان ومادة 341 تتكلم عن خيانة الامان مادة 340 من القانون المصري بتتكلم على المواطن او المواطنة اللي بيمضي ايصال امانة على بياض ويسيب مساحة فاضية في النص بعد كده بتتملي بمعرفة اللي اتعمله ايصال الامان وهنا صورة مش كبيرة لكن المادة 341 هي اللي صورها اكتر ايصال الامانة عزينا المشاهدين زي منصة عليه المادة 341 في ركن ركن معنوي وركن مادي هنبتدي من الركن المادي الركن المادي ده هوت بتكون من اربع عناصر العنصر الاول هو فعل مادي يتمثل في الاختلاص او التبديد او الاستعمال العنصر الثاني في الركن المادي بيقع الفعل على مال منقوط يعني ما بيجيش على العقار ما بيجيش على مبنى الجزء الثالث او العنصر الثالث من الركن المادي ان فيه مال تسلمه سبق تسلمه او تسليمه للجاني يعني انا الف ادال به العنصر الرابع والاخير ان يتحقق ضرر ان الفلوزي ما وصلتنيش اما فيما تعلق بالركن المعنوي او القص الجنائي ما هو بالطبيعة انت عارف ان انت خدت مال مش مملك ليك ادي واحد انت واخده عشان تنقله الحد تاني ده ما حصلش فهنا فيه عنصر ضرر حصل خيانة الامانة واللي بتنص عليها المادة 341 لا تقوم الا على سبيل الحصر والقاطع واليقيم الا على عدد محدد من العقود نصت عليها المادة 341 لو احنا رجعنا وقولنا المادة اساسا 341 بتقول لي ايه هي زي ما نص عليها قانون العقوبة المصر بتقول لي كل من اختلس او استعمل او بدد مال او امتعة او بضائع او نقود او تذاكر او كتابات اخرى مجتملة على تمسك او مخلصة او غير ذلك اضرارا بمالكيها ونخد بنا من اضرارا بمالكيها او اصحابها او وضع اليد عليها وكانت الاشياء المذكورة لم تسلم الا على ودي بقى العقود اودي الحالات اللي نصت عليها المادة 341 واحد فيها الوديعة اتنين الاجارة تلاتة على سبير عرية الاستعمال يعني استعملوا بس الفترة محددة او الرهم او كانت سلمت له بصفته كونه وكيلا باجرى او مجانا بقصد عرضها للبيع او بيعها او استعمالها في امر معين لمنفعة المالك او لمنفعة غير وهنا غالبا بيبقى الحكم لو ثبتت هذه الجريمة لاخيانة الامانة اللي فيها افعال التبديد والاختلاص بتصل فيها لغاية تلات سنين حبس بالاضافة لغرامة عزيز المشاهد حالات في جريم الخيانة الامانة اللي نصت عليها المادة 341 لازم ناخد بالنا منها اوي هل عقد الشراكة شركة ما بينه وبينك يعد من عقود الامانة هي صحيح مش مذكورة من العقود اللي جات واو وردت في نص المادة 341 على سبيل الحصر والقطع واليقيق لكن في ذات التوقيت محكمة الناضي قالت لنا ايه هنا قالت لنا ان عقد الشركة او الشراكة يتضمن وكالة الشركاء بعضهم عن بعض في اداء اعمال الشركة المنعقدة بينهم بما الخاص بهم هو غير مال الشركاء الخارج عن تقدير حساسهم فيهم فاذا اختلس الشريك مال الشركة المسلم اليه بصفته هذه ولم يصرف فيما خصص له عد مرتكبا للجريمة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات وده كان نقط جنائي في الطعنة رقم 1600-1263 لسنة 30 قضائي طيب هو انا العقاب الجنائي اللي المشرح حطه ده للاخلال بملكية المال ولا الاخلال بتنفيذ عقد مدني يعني لو رجعنا النص المادة تاني اللي 341 وناخده نقوله مثلا الاجارة واخد شقاء او واخد حاجة على سبيل الاجارة هنا هو العقاب اللي محطوط ده لخينة الامان ده على انه اخل بملكية المال ولا لانه اخل بتنفيذ العقد المدني محكمة النقض كما ما استقر عليها قضاؤها سابت وراسخ في ان مناطة العقاب في جريمة خينة الامانة ليس الاخلال بتنفيذ عقد الاقتماع يعني عقد العرية ولا عقد الايجارة ولا الوديعة ولا الرهم او بصفة وكيل بأجرأ او بغير بقز عرضها للبيع او بيعها او استعمالة فقامه معين هنا العبرة مش بالاخلال بالعقد ده العبرة بان في مال وفي عبث حصل في ملكية الشيء المسلم بمقتضى العقد ايضا هل المحكمة بتتقيت عند قضاءها بالادانة في جريم خينة الامانة في اصال الامانة بقواعة الاثبات المدنية فيما يتعلق باثبات اي عقد من عقد الامانة سالفة الزكر تاني هل المحكمة الجناية عند قضاءها بالادانة في خينة الامانة مقيدة بقواعة الاثبات المدنية فيما يتعلق باثبات اي عقد من العقود اللي نصت عليها المادة 341 محكمة النقط اقرت انه في حل من التقيت مش مقيدة لان القانون لا يقيدها بتلك القواعد الا عند الادانة في خصوص اثبات عقد الامان طيب يا جماع يا عمنا يا محامي يا معالي المستشار هل جريمة خيامة الامانة اصال الامانة ده فالنظر ده اصال الامانة هل شرط ان يقوم بين طرفين ولا تلت اطراف يعني انا فلان الفلان استلمت من فلان الفلان مبلغ كذا لتسيمه لفلان الفلان ولا انا فلان الفلان استلمت من فلان الفلان كذا محكمة النقض المصرية بقضاءها الراسخ قالت لنا يجوز ودت حكم جميل جدا في النقض الجنائي في الطعن رقم 1298 لسنة 5 قضايا قالت إذا سلم إذا سلم شخص إلى شخص آخر له صلة عمل عندما بيتهما معا في غرفة واحدة بإحدى القرى ما معه من النقود ليحفظه لديه إلى الصباح فأخذها المستلم وفر فعمله هذا يعتبر خيانة أمانة طيب هل يشترط أن إصال الأمانة مطرخ بتاريخ هل يشترط أن إصال الأمانة يكون مطرخ بتاريخ وقوع جريمة خيانة الأمانة محكمة النقضة لديت لي لا تأثير له في ثبوت الوقف سواء أنه موجود أو مش موجود لكن لأن المحكمة بتطمئن للأدلة التي سيقت لتأكد أن في خيانة أمانة في تبديد في اختلاص حصل من مستلم المال طيب مادة 340 اللي هي خيانة الاقتماع جوه دي غالبا بتحصل في السلع المعمرة في السلع المعمرة أو ساحبة الأقصاط أو في الملابس المقصطة بيجي الراجل جايب مروحة أو الست بتجهز البنت جابت لها غسالة حاجات من اللي بتبتدي من 150-200 جنيه تصل لألفين وتلات تلاف جنيه يجي ماضي استلمت أنا فلاني فلاني وبيكتب اسمه وبيمضي تحت وشكرا هل هنا بقى لو جه من كتب له إصال الأمانة وملا وملا بخط إيده هو بخط أي حد تاني غير الموقع أو اللي هو المديد هل هنا يعتبر خيانة أمانة بكل بساطة أي زميل محامي هيدفع بيطعم في مداد المتن أو الحبر يعني اللي كتب به إصال الأمانة وقد تكون هي جريمة عكسية أنا بسميها كده الجريمة العكسية بدل أنا ما بقى متهم كمدين بجريمة خيانة أمانة قد يتهم الدائن بجريمة خيانة ائتمان لأن أنا قد النهاردة فيه بيحصل مشاجرات أو بيحصل عادات العرفية فبيتكتب إصالات أمانة على بياط إصالات الأمانة على بياط دي بتبقى عشان ما يبقاش في دم تنتهي المشكلة هل هنا هيعتبر خيانة أمانة؟ الإجابة بكل بساطة ذكرتها محكمة النقب في قضائها في النقب طعن رقم 2822 لسنة 56 قضائية لما قالت قالت يبقى ولازم الحكم ده بالذات يعني قلوه زي ما بقول الكتاب لما كانت السم الورقة المنضاء على بياط هو واقع مادية لا تتلقيد المحكمة في إثبتها بقواعد الإثبات في المواد المدنية كما أن تغيير الحقيقة في تلك الورقة ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات ومن ثم يجوز إثبتها بكل طرق الإثبات القض الجنائي بخيانة الأمانة من جرائم الشكوى يعني ينفع أن أنت تروح تعمل شكوى الأول الرجل ده وتخيني الأمانة ولا يجوز تحركها مباشرة بجنحة بجنحة رفع جنحة مباشرة أمام المحكمة هنقول والله أن النقب القضاء الراسخ القضاء المصري في محكمة النقب قال لنا أن جريمة الخيانة أو خيانة الأمانة ليست من بين الجرائم التي يستلزم القانون صدور شكوى من المجني عليه إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمور الضبط القضاء لرفع الدعوة الجنائية في شأنها ومن ثم فلا تثريب على المدعي بالحق المدني إذا هو قام بتحريكها بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام محكمة الجنح وفق النص المادة 232 وده كان الطعن نقضي جنائي في الطعن رقم 1615 لسنة 37 قضاء مشكلة إصالات الأمانة هي مشكلة متجزرة في المجتمع المصري يعني لو رحنا أي محكمة من المحاكم هتبص تلاقي أن الرول اللي موجود الجنح معظمه إصالات أمانة طيب وده بيطول أمد التقاضي في دوائرنا وفي محاكمنا المصري هتلاقي في جنب آخر كده يعني أنا آسف لللفز هو الجرائم الشمال أو الجرائم اللي من تحت التربيزة علي الفيل محامي مداي من محامي زميل وعنده توكلات قديمة بيضرب إصال أمانة لهذا الزميل وبيرفعه في حتة تانية وبياخد عليه حكم وممكن وممكن يحصل أمور كتير طيب هل مشكلة إصالات الأمانة ممكن سمعنا الفتر اللي فاتت عن زباط الشرطة عن موضوع الغارمين والغارمات يعني في كتير جدا يا جماعة في السجون المصرية بسبب وأحكام أحكام عشان الصلاة أمانة من أنهين كمان أم مدى 340 يعني هو مدى على بيار يعني المفترض أنه في خينة اقتمان يعني مش هو ده أنا مدىك ده أنا مؤتمنك ده أنا بقولك أنا دينك في رقابتي إيه الحال هل يتوقف المشرع المصري على حالات المحصورة يعني أنت النهاردة اشتريت شقة بإقصاط وعملت إقصاطه مؤرخ وجيت امتنعت عن سداد إسطين جي صاحب العمارة طلع على المحكمة الرجل رفع جنحة ولا جنحتين بإقصاط الأمان اللي معاه وخسر خسرها لأنها مش من العقود المنصوص عليها في مدى 341 على سبيل الحاصر هنا في علاقة تعاقدية ما بين الاتنين مجالها القانون المدني هناك بقى أو المنازعات المدنية الرجل يروح فين المدينة هيخد براءة تب فلوس الرجل ده تروح فين لابد أن يتدخل المشرع المصري بحالة من اتنين إما أن ما يحطهم ليش على سبيل الحصر والقاطع واليقين في المدى 341 ويفتح شوية لأن تعددت الجرائم في ده وأنا مش مع هذا الرأي لكن الأرجح أن يتم توثيق إيصال الأمانة يعني إيصال الأمانة سوى بقى كان بجد أو وهمي شمال لازم يتوسق ما بين الطرفين أو الثلاث أطراف وزي ما قلنا مش شرط أن يبقى في إيصال الأمانة ثلاث أطراف اللي هو الدائن والمدين والناقل معذرة يعني سبيل المثال تلاقيه واحد قاعد في نفس العمارة كاتب إيصال الأمانة ألف اللي هو أبوه وجاي بواحد من برة عشان دول به اللي هو سكن في نفس العمارة هنا غير منطقة طبع فعشان نحل ده لازم أن يتدخل المشرع بتحديل عاجل التحديل العاجل في وجهة نظري البسيطة ويمكن فيه زملاء كثيرين من أستاذ محمد صدي المحامي والأستاذ وقال نجم المحامي والأستاذ علاء علام المحامي والأستاذ طارع طالة المحامي كل هؤلاء الزملاء لهم باعهم طويل أستاذ صلاح صبالة المحامي وحتى أستاذ منتصر الزيات قالهم ما ينفعش إن 80% من الجنح ومن اللي موجودين في السجون بسبب إصالات الأمانة جماعة المشرع ينبغي أن يمتبه أننا مش هنفضل نجرى وربعضينا والمحاميين تشتغل بعض المحاميين تشتغل شغل الشبال وكلنا نعلمه المواطن المصري ومن ثم ينبغي أن يتم إلزام في إصال الأمانة الذي طبق عليه المادة 341 و340 من قانون العقوبات المصري بأن يتم التوفيق في الشهر العقار ده هيقلل لنا 50% على الأقل من إصالات الأمانة الشمال وإصال الأمانة بتاع الغسالة والتلاجة ب140 يبنفضل 100 جنيه يبنفضل 50 جنيه ومعها إصالة على بياض يروح يرفع بيض 150 و200 ألف ما ينفعش بأي حلم الأحوال عزان المشاهدين سريعا هل لو خل خل إصال الأمانة من لبز إصال الأمانة هل ده ما يخلوه ليش إصال الأمانة؟ لا هو إصال الأمانة برضه لأن من الصيغة بتاعه هل يستطيع المتهم إثبات عكس ما جاء في إصال الأمانة؟ يستطيع المتهم أن يثبت إذا كان لا يعبر عن حقيقة الواقع كأن يثبت مثلا أنه حرره ضمانا لفض النزاع أو لضمان سادة الدين وللمتهم في هذه الحالة أن يثبت ذلك بكل طرق الإثبات الممكنة ونتمسك بدفاع أمام محكمة الموضوع أعزائنا المشاهدين الوقت جري وفي حلقة جديدة من استشارات قانونية نتمنى أن نكونوا فقنا في وضع سورة بسيطة عن إصال الأمانة كان معكم علي الفيل طيب الله أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة